ده معناه أنه بيأكد أنه فيه علاقة طبيرة جداً ما بين الأكل والصحة النفسية وفيه ناس عندهم اترابات في الأكل بسبب مشاكلهم النفسية أشهر أنواع اترابات الأكل الإيموشنال إيتنج الأكل العاطفي عندي امتحان آكل متضيقة فهيكل متوترة متعصبة آكل متوترة فهيكل أنا قاعدة بتكلم معك ومش لقي حاجة كلها أفتح شنطتي معي بسكوت معي مش عارف إيه اتخنقت أنا وجوزي أفتح باب التلاجة واكل العيال اللي هكفزوني أفتح باب التلاجة واكل ده أشهر أنواع الأكل الإيموشنال إيتنج ودي مشكلة كبيرة جداً وفيه بقى اتراب الأكل أو النهم الليلي إنه أنا بيبقى عندي خلل فيه نوعين من أنواع الهرمونات هرمون الملاتونين اللي مسؤول عن النوم وهرمون الكورتيزول اللي مسؤول عن التوتر دولت بيعملون نوع من أنواع اتراب الأكل الليلي أنا أفضل طول اليوم كويس وماكلش واجه على بالليل لازم أفتح التلاجة واكل واجيب بقى قدامي وما باش بعش بفضل طول اليوم جعاني ده نوع من أنواع اترابات الأكل الليلي فده محتاجين نعمل فيه إيه؟ نزبط هرمون التوتر الهرمون الكورتيزول وهرمون النوم هيتزبطوا معنا هنلاقي الدنيا كلها زبط نرجع تاني نتكلم في نفس الفكرة الصحة النفسية والصحة الجسدية